أهلاً وسلامكم لأول درس من الجزء الثاني من دورة التصميم ببرنامج إنكسكيب من فترة الدرس السابقة أو درس الخاصة بالجزء الأول يمكن أن يتابعها على المجمع أو على قناة المجمع في يوتيوب سأضع رابط الدورة في وصف الفيديو على يوتيوب وربما يظهر لكم على الشاشة الآن كما قلت في الدرس التقديمي لهذا الجزء الجزء الثاني سنهتم بتصميم الأيقونات الهدف الأساسي هو تصميم الأيقونات لكن ستكون هناك دروس أخرى نتعرف فيها على الأدوات المتبقية في برنامج إنكسكيب وبعض التقنيات الأخرى مثلاً كالتعامل مع الألوان كيف تختار الألوان وهذه الأشياء ستكون أيضاً ضمن هذا الجزء لكن التركيز والتطبيق سيكون على تصميم الأيقونات وسنبدأ بدراسة تصميم الأيقونات أي نرى كيف يقوم المصممون المحترفون بتصميم الأيقونات ولذلك يجب علينا أن نحصل على بعض الأيقونات وهو موضوع هذا الدرس كيف نحصل على الأيقونات لدراستها سواء كنا على Windows أو Linux أو Mac أو على أي نظام تشغيل آخر سأبدأ بمن يستخدم إحدى توزيعات Linux لأنه يمكنهم أن يجربوا أو يدرسوا الأيقونات التي تأتي مثبتة افتراضياً على توزيعتهم إذا ندخل هنا إلى مدير الملفات سأنصح أولاً بإنشاء مجلد لنسخ الأيقونات أو سيمات الأيقونات كاملة فيه مثلاً أن أنشأت هذا المجلد يمكنك أن تنشئ مجلد بأي اسم تريد وللانتقال لمجلد الأيقونات التي تكون فيها الأيقونات افتراضياً على جميع توزيعات Linux تنتقل إلى نظام الملفات File System User Share وهنا تبحث عن مجلد اسمه Icons إذا هذا هو المجلد فتجد هنا المجلدات الخاصة بالسمات التي تأتي افتراضياً على توزيعتك والسمات التي أضفتها عن طريق إلاغة مخاطر السمات وتثبيتها كالبرامج فيمكنك أن تنصخ ما تريد تنصخ مجلد كامل وتعود لمجلد الذي قمت بإنشائه وتقوم بلسقها فتكون لك هذه السمات الآن يمكنك أن تبدأ بدراساتها دون أن تغير في السمات الأصلية نفس الشيء توعدها على سماء أخرى إن أردت من يريد أن نضيف سماء جديدة للأيقونات فلن نصعه بمتابعة ترس جماليات Linux إضافة تغيير سمات وأيقونات جديدة على Ubuntu حيث ستجدون هنا عدة أوامر لإضافة سمات جديدة السمات تنظف في نفس المجلد الذي أريتكم قبل قليل أما إن كنت لا تستخدم إحدى توزيعات Linux ربما تستخدم Windows أو Mac أو أي نظام تشغيل آخر فيمكنك الحصول على الأيقونات من مواقع كمواقع Gnome Lock أو DeviantArt في نفس الدرس ستجد روابط هذه المواقع وستجد أيضا طريقة إضافة أيقونات من هذه المواقع لتوزيعات Linux إن أردت أن تضيفها يدويا سأشرح الآن على DeviantArt حيث سيتمكن الجميع الآن من الحصول على سمات للأيقونات سواء كان على Windows أو Linux أو أي نظام تشغيل آخر حيث أنه يقوم بتحميله في DeviantArt تنتخل إلى هذا التفارع Customization Icons وهنا Unix Like وفي هذا الخيار تتأكل أنه لديك Popular All Time كي تحصل على سمات الأيقونات الأكثر شعبية لجميع العزمينة ستجد Find the Elementary Finds من السمات الأكثر شعبية لو أردنا أن نحمل سمات Elementary ندخل إليها في الآلة سنجد رابط التحميل Download بامتداد Zip نقوم بتحميله هنا فوق الضغط عنه فينتج لنا ملف فيه نفس المكونات التي رأينا قبل قليل حين قمنا بنسخ ملف هذه السمات من المجلد الخاص بها في هذه التوزيع ويمكنك بالتالي بداية تراسة هذه السمات والأيقونات الموجودة بها وهو الشيء الذي سنقوم به في الدرس المقبل بالتفصيل لكن الآن سأريكم فقط كيف يمكن أن نفتح بعض هذه الأيقونات كي تتمكنوا أنتم بأنفسكم قبل أن أطرح ذاك الدرس من مشاهدة بعض الأيقونات ورؤية كيف تم تصميمها إذن ننتقل في Inkscape إلى ملف مفتوح أو Ctrl-O وننتقل إلى المجلد الذي أنشأنا كان بالنسبة لي في مجلد المنزل أسميته Inkscape وفي سمة العيقونات وهنا ستجدون عدة مجلدات فيها العيقونات مرتبة لحسب فئاتها مثلا في أبس نجد العيقونات الخاصة بالتطبيقات هنا تختار أي مجلد تريد لأن هنا الأحجام فقط ومثلا أنا سأختار هذا الحجم وهنا ستجدون العيقونات الخاصة بالتطبيقات مثلا يمكنني أن أفتح العيقونات الخاصة بفايرفوكس أبحث عن فايرفوكس فهذه هي العيقونات الخاصة به أضغط على أفتح فتفتح في البرنامج Inkscape ويمكنني أبدأ بدراستها بالتفصيل وهو الشيء الذي سنقوم به في الدرس المقبل إن شاء الله كما قلت إذن في نهاية الدرس كما العادة أدعوكم للاشتراك في قناة المجمع متابعة القناة ومشاركة الفيديوهات مع الأشخاص الذين ربما ترون أنهم مهتمين بهذا المجل نلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله إلى اللقاء